تفصيلات أكثر عن طبيعة هذه الغارات زياد طبعا محمد إسرائيل لم تعترف رسميا بهذه الغارة ولكن اللافت في الأمر باعتقادي بأنها جاءت في الوقت الذي أفرجت فيه إسرائيل عن تفاصيل التقرير الاستخباراتي السنوي للاستخبارات الإسرائيلية الذي نصح المستوى السياسي عمليا بضرورة تكثيف الضربات ضد التموضع الإيراني كما تسميه إسرائيل في سوريا واستغلال النافذة المتاحة حاليا بعد اغتيال قاسم سليماني لأن ذلك تعتبره إسرائيل في سوريا على الأقل game changer كما يقال بأنه قد يغير عمليا قوانين اللعبة في سوريا ولهذا قد يبدو الأمر مرتبطا بهذه التقديرات الإسرائيلية مطار التي فور محمد سبق واستهدفته إسرائيل مرتين على الأقل هي تتهم إيران عادة بأنها حولت هذا المطار البعيد نسبيا هو في الريف الغربي لحمص حولته عمليا إلى مستودعات للصواريخ وأيضا لمستودعات للطائرات المسيرة المفخخة التي تحضرها عمليا إيران في تلك المنطقة قبل ثلاثة سبيع أو شهر كان هناك شحلة صواريخ رصدت عمليا في هذا المطار على ما يبدو بأنه ليلة أمس كانت الأمور مؤاتية لإسرائيل لتنفيذ هذه الغارة هناك ربما ذات مرة زياد سألتك وتحدثنا عن موضوع ولا يعني ظاهر في أن نعيده أنه لماذا تارت أن تعترف إسرائيل بغاراتها على أهداف في سوريا وعندما أقول أهداف في سوريا قد تكون أهداف سوريا أو إيرانية طبعا وأحيانا لا تعترف وإن كانت الدلائل تشير إلى قيم إسرائيل بذلك بدون أدنشك في هذه المرة عمليا تعود إسرائيل بشكل أو بآخر إلى المتبع أساسا خلال عقود طويلة وهو عدم الاعتراف بالضربات علنا لإعطاء الجانب الآخر مساحة أو هامش من الإنكار كي لا يتهم عمليا إسرائيل ويكون مضطرا بشكل أو بآخر للرد طبعا في هذه الحال النظام السوري أعلن بأن الغارة هي إسرائيلية وسقوط قتلى على فكرة هذا أيضا يرفع حال التأهب في إسرائيل لا نعرف إن كانوا من الإيرانيين لأن ذلك قد يكون مختلفا من حيث ردات الفعل التقديرات محمد على أي حال في إسرائيل بأن عمليا أي ردود إسرائيلية أو أي غارات إسرائيلية عنفية عمليا على الداخل السوري استهدافا للتموضع الإيراني أو لمقاتلين من حزب الله قد تؤدي إلى ردود فعل من سوريا وحتى من لبنان في مراحل لاحقة نذكر إسرائيل هنا في هذه الجبهة بالذات طبعا أنت ترى الآن بياض جبل الثلج والبرد هنا ولكن الجبهة تبدو ساخنة بدون شك أقول إن إسرائيل الآن تركز على أمرين التموضع الإيراني في هذه الجبهة في سوريا والأمر الآخر قصة السواريخ الدقيقة التي يحاول حزب الله بمساعدة إيران أن يحاول عمليا ترسانة السواريخ لديه إلى سواريخ دقيقة بمعنى أنها تصيب الهدف بقطر عشرة أمطار تقريبا حتى الساعة بحسب تقرير الاستخبارات الإسرائيلية لم ينجح في هذا الأمر وبالتالي في الفترة المقبلة محمد نتوقع تكثيف الضربات والغارات التي ستسمع عنها تباعا في خلال الأسبوع والأشهر المقبلة هل في العرف العسكري الإسرائيلي أن لا تقوم إسرائيل بغارات من هذا القبيل إلا إذا كانت متيقنة من أن الهدف ثمين وأن الإصابات ستكون دقيقة أو أقرب قدر ما يمكن إلى الدقة بدون النشك بدون النشك إسرائيل لديها خارطة استخباراتية بشرية وإلكترونية جيدة جدا داخل سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك وبالتالي عندما تستهدف هذه الأهداف عمليا تكون لديها معلومات استخباراتية شبه دقيقة عن الأهداف التي تتواجد هناك إن كانت صواريخ دقيقة أو إن كانت مسيرات كالتي استخدمتها إيران انطلاقا من تيفور وأسقطت عمليا فوق غير الأردن قبل نحو نصف عام من الجولان السوري المحتل مراسل الحدث زياد حلبي شكرا لك